نهاردة في خبر انه فرنسا فرنسا رشحت وزيرة الثقافة فيها علشان تتنافس على منصب مدير عامل يونسكو وكده بقى عدد المرشحين على المنصب تسعة انتوا عارفين انه مصر منذ شهور رشحت السفيرة مشيرة قطاب لتكون مرشحة مصرية لهذا المنصب ليه احنا نتعمد نقول لحضراتكم الخبر علشان الوزيرة الفرنسية دي تقيلة تقيلة يعني لها وزن تقليل فمعنى كده انه مشيرة قطاب هتواجه منافسة شرسة خصوصا من هذه الفرنسية على المنصب لانه في توزيع في اوزان الترشيح بتقعد شوف طول الوقت الخطر جاي منين فانا بقول لكم الخطر على ترشيح المصري او الحضوظ المصرية من هذه الوزيرة الفرنسية في النهاية طبعا احنا نتمنى التوفيق لمرشحيتنا لانه منصب دولي هام ويبقى شرف لمصر انه يبقى فيه سيدنا مصرية لكن في كل الاحاوال نتمنى الاكفأ والاصلح هو اللي يصل للمنصب